بجمالها وكارزمتها قدرت تعمل شعبية نفسها وسط الجمهور المصري شاركت في أهم الأعمال ووقفت قدام أهم النجوم لكن على الرغم من كده كانت أغلب المرات اللي تصدرت فيها نسرين طافش تريند كان بسبب حياتها الشخصية طب إيه الحكاية المرة دي؟ نسرين من أكتر الفنانات اللي كانت بتحاول تحافظ على حياتها الشخصية بعيداً عن الأضواء خاصة بعد لما أعلنت عن خبر خطبتها من كام شهر وكانت حريصة جداً أنها تخفي شخصية خطبها عن الإعلام الأول الكل توقع أنه هو يكون فنان من الوسط الفني أو رجل أعمال شهير لكن الحقيقة أنه طلع طبيب أسنان اسمه شريف الشرقاوي اتعرفت عليه في كلاسات اليوجا عشان هو كمان معالج بالطاقة ونشرت الصورة الأولى لهم بعد شهور كتير من إعلان خطبتهم ورغم أنها فنانة من الفنانات اللي الجمهور بيهتم بأمرها وعلاقتها وعلاقتها كمان حلوة بزميلها في الوسط الفني لكنها لا عملت فرح ولا خطوبة واكتفت بمشاركة جمهورها صور وفيديوهات من شهر العسل الغريب بقى أنه بعد 30 يوم بس الاتنين اتطلقوا رغم أن صورهم وفيديوهاتهم كانت بتقول أن الحياة بينهم كويسة جدا وما حدش عارف هم اتطلقوا ليه لكن الجمهور اتفاجئ أن نسرين فجأة مسحت كل صورها وفيديوهاتها معاه لأ وكمان انتشر الخبر وجوزها طلع ونفى وقال احنا كل حاجة بيننا كويسة ونسرين حبيبتي تعمل كل اللي هي عايزة دي حياتها الشخصية ووقتها والحد دلوقتي نسرين اكتفت بالصمت ومعلقتش على أي حاجة فيديوهات وصور فرحهم كانت كلها مثيرة للجدل وده اللي خل الجمهور يقول أنها تجوزت عشان تتصدر الترند أو لغرض تاني وفي منهم اللي قال أنها اتطلقت بسبب أن شريف أصلا متجوز وده اللي ظهر بعد أيام قليلة قوي من جوازه من نسرين بعد لما نشرت مراته الأولى بوست على الفيسبوك بتقول فيه أنها بينها وبينه أواضي كتير جدا وأنه نصب عليها في فلوس ومش بس كده اتهمته كمان أنه معاملته سيئة جدا معاها وأنها تفاجئت بجوازه من نسرين واختتمت كلامها برسالة موجهة لنسرين وقالت لها مبروك يا حبيبتي بس ما ترجعيش تشتكي منه تفتكروا نسرين فعلا انفصلت عنه بسبب كلام مراته الأولانية ولا فيه سر تاني في الموضوع وهل ممكن الفترة الجاية ترد على كل الأخبار والكلام ده ولا إيه؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة